سيهزم الجمع ويولون الدبر ما هي إلا ساعات على الصفعة التي تلقتها ميليشيات مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له من قبل قوات الجيش الليبي بتحرير قاعدة الوطية حتى قامت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له صباح اليوم بتحرير مدن تيجي وبدر من قبضة ميليشيات حفتر تغير على أرض المعركة وضربة حاسمة جعلت من الناطق باسم الميليشيات يعلن يوم أمس عن انسحاب قواته بما أسماه بإعادة تموضع وأي تموضع هذا فقد كانت ضربة سلاح الجو الليبي بالمرصاد لأي تحركات للميليشيات خاصة خطوط الإمداد الوطية كانت قاعدة استراتيجية ومعقل ميليشيات حفتر بالمنطقة الغربية وتعتبر من أهم التمركزات التي كان حفتر يبني عليها آماله وتطلعاته بأن يسيطر على المنطقة الغربية صحف غربية منها صحيفة الميدل إست قالت إن خسارة ميليشيات حفتر لقاعدة الوطية تعني انتهاء وجوده العسكري في المنطقة الغربية مضيفة أنه على الرغم من تحركات ميليشيات حفتر للسيطرة على جنوب طرابلس والمنطقة الغربية طول سنة كاملة إلا أن سلاح الجو أفقد حفتر سيطرته على مدن الساحل الغربي كما أوضحت الصحيفة أن هدف حكومة الوفاق وحلفائها انتقل من حماية طرابلس إلى إنهاء وجود ميليشيات حفتر في ليبيا ويبقى السؤال هل ستستمر دول محور الشر في دعم حفتر بعد خسارته للوطية وبعد أن أعلنت وزارة الخارجية الليبية أنها ستقوم بتوثيق الأسلحة التي وجدتها في القاعدة وتقديمها لمجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التي عليها تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات ترجمة نانسي قنقر